اشتركوا في القناة بمشاركة اكثر من اربعين مسؤولا وقامة اعلامية عربية من ابرزهم سعادة وزير شؤون الاعلام علي بن محمد الرميحي هو وزير الدولة للاعلام بجمهورية مصر العربية الشقيقة اسامة هيكل اولا ارحب باخي معالي السيد اسامة هيكل وزير الدولة للاعلام بجمهورية مصر الشقيقة مصر هذا البلد الذي نكون له كل حب وتقدير مصر التي دائما نقول عنها طالما مصر والسعودية بخير فوطننا العربي دائما بخير باذن الله تمنياتنا الدائمة لهذا البلد العزيز في ظل هذه الظروف الصحية التي يمر بها العالم بالتوفيق دائما اليوم كنا نتحدث قبل خمس سنوات عن عدد كبير من الفضائيات تجاوز عدده الـ 1200 قناة فضائية تتحدث العربية اليوم في ظل انتشار السوشيال ميديا ودعنا نسميها في ظل الفوضى الاعلامية الموجودة والتدفق الهائل من المعلومات أصبحت المصداقية والقيم الأخلاقية المهنية للإعلام على المحك المواطن العربي اليوم في ظل هذه الفوضى أصبح يبحث عن هذه المصداقية هناك الكثير من الأجندات الخارجية والأجندات الداخلية التي أصبح لها تأثير على الرأي العام في ظل هذا الانتشار نرى غنوات تملك الكثير من الانتشار ولكن لا تملك التأثير النقطة الأخيرة اللي ودي يعني أوثيرها في هذا المنتدى موضوع اعتزازنا بهويتنا العربية والابتعاد ولو قليلا عن جلد الذات فلله الحمد التجربة التي نمر بها الآن وهي تجربة صحية لها آثار نفسية واجتماعية واقتصادية أصبحنا في وطننا العربي نفخر بما نملك مقارنة بما يملك الغرب فالإعلام كشف لنا الكثير لذلك كان من المفترض ومن المطلوب علينا جميعا وبكل أمانة أن نفتخر بما لدينا ليس فقط الإعلام والصحافة وإنما نمط الحياة برمته تغير وسوف يتغير أكثر بسبب جائحة كورونا فالإعلام وحتى قبل الجائحة هو إعلام كوني فلم يعد هناك مكان الإقليمية أو القارية وأصبح الحصول على المعلومة والتفاعل معها سهلا وبسيطا وانتشارها أسرع مما نتخيل وتأثيرها أشد وطا وإذا تحدثنا عن التأثيرات المستقبلية على الإعلام فإنني أرى أن الإعلام هو القطاع الذي سيكون الأكثر تفاعلا مع التطورات التكنولوجية التي سوف تفرزها الجائحة لأن الإعلام بطبعه ومنذ أيام الحمام الزاجل كان يسعى إلى تعزيز التواصل بين الشعوب والأمم وهو كان يبحث عن الأداء التي تجعله أكثر انتشارا وتواصلا ولن تكون هناك تأثيرات في اتجاه تحجيم دور الإعلام وإنما قد تختلف الأشكال والأساليب والوسائل يمكن القول بأن الطرق التقليدية للعمل الصحفي خاصة في شكله الميداني التي تتطلب اتصال مباشر مع مصادر الخبر ومعاينة الأحداث على عين الواقع قد تأثرت فعلا من جراء الحديد الجائحة لأنها خيدت بشكل كبير تنقلات الصحفيين والإعلاميين وفرضت جدارا للوصول إلى مصادر الخبر بشكل مباشر وربما لا يعود الاتصال المباشر لمصادر الخبر الأساليب الاتصالية الأخرى للحصول على الأخبار والمعلومات لكن ما يلاحظ منذ أكثر من عقدين من الزمن أن أساليب الاتصال وطرق الحصول على المعلومات والبيانات للصحفية قد تغيرت فعلا قبل ظهور جائحة كورونا وليس الجائحة هي السبب في هذا الضغير حقيقة وشاهد منتدى صحيفة البلاد تقديم العديد من المداخلات من مسؤولين وكتاب وإعلاميين خليجيين وعرب حيث نجح منتدى صحيفة البلاد في استقطاب الجمهور لمتابعة المناقشات بمحاور المنتدى المرتبطة بتعزيز مصداقية الإعلام ومستقبل الصحافة الورقية واستشراف دور الإعلام بمرحلة جائحة كورونا وما بعدها وسائل التواصل الإجتماعي ممكن أن تكون الجسد أو المعبر أو الأداب هذا يبدو وكأنه مؤقت لكن أنا بخلص إلى نتيجة أنه المؤقت أو الوسطيلة دي لها ثلاث علامات أساسية أنها ستصبح المؤقت الأبدي بمعنى أنه ستتغير تماما من بعد الكورونا وهنا عندي دلائل في هذا الموضوع نمرة اتنين أن وسائل التواصل الإجتماعي بالشكل الذي أصبحت هي الأساسية فيه في الآونة الأخيرة منذ الجائحة حتى الآن لها ما لها وعليها ما عليها يعني أظهرت إيجابيات وأظهرت سلبيات علينا أن نفهم بالضبط ما هو العالم الجديد من بعد جائحة الكورونا نفهم دور وسائل التواصل الإجتماعي نفهم ما هي الأثار المترتبة على هذا الموضوع ونعرف كيف نلحق بعالم متغير لا يجب أن نحن نتمسك بحالة من الجمود الفكري أو نقول أن ما حدث كان مؤقتا ثم بيزنس أزيوجول يعود مرة أخرى لن تعود الحياة كما كانت ما قبل الكورونا هذه المبادرة التي تنطلق من البحرين وبريادة مؤسسة البلاد هي في الواقع للتصدي لهذه التطورات التطورات بدأت من قبل الجائحة مع زحف التكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات والإنترنت والآن جاءت وسائل التواصل الاجتماعي سببت تحدي كبير لوسائل الأعلام وضرورة الارتقاء بمستوى أدائها وأداء القائمين عليها تحديات اليوم ليست في الإعلام هي التحديات موجودة على كل القطاعات ولكن عندما نتكنم على الإعلام استغل الفضاء الإلكتروني استغل المنصات الإلكترونية وانتشر أنا أعتقد اليوم الإعلام خاصة في مملكة البحرين لعب دور كبير في نقل الحقائق عن موضوع الجائحة وكان هو المصدر الموثوق من قبل القراء والمتابعين هذا وأشهد المشاركون بمنتدى صحيفة البلاد بأن فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالتعامل الشفاف في التعاطي الإعلامي مع كل ما يرتبط بموضوع الجائحة منذ تسجيل أول حالة إصابة وكان الإعلام الوطني هو المصدر الأول والصادق وكسب ثقة الجميع ولم يلتفت المواطن أو المقيم إلى الشائعات أو الأخبار غير صحيحة منتدى صحيفة البلاد الذي شارك به أكثر من أربعين قامة عربية جاء هذا اليوم يؤكد على أهمية الإعلام في ظل وبعد الجائحة والدور التي تطلع به مختلف وسال الإعلام في الأوقات العصيبة التي تمر بها المجتمعات طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرية ترجمة نانسي قنقر